شهداء زي شهداء ثورة يناير انه ام احد الضحايا وبالتحديد ام احمد وجيه اهو عشان قلتلها اقول اسمك قلتلي اقول اسمك لفت على الناس كلها وورا ابنها جاهز مننا جميعهم لحد ما وصلت التأمينات قلت لها بنتي انا ابني كذا اللي مات في كذا ودي شهدت كذا ودي شهدت كذا ودي شهدت كذا ودي شهدت كذا ورئيس الجمهورية اصدر قرار جمهوري بمعاملته ومعاملة ضحايا شهداء ثورة يناير فاحنا لنا معاش وقل لنا مش اتلاقي بقى خلي مرسي يصرفه لك اتلاقي يعني ايه اتلاقي بقولك بقى خلي مرسي يصرفه لك انا ما جريش حاجة من دي يا بنتي دقلولنا جاهزوا الورق واعملولنا الحاجات وطاق اتلاقي على عيني وراسي بس احنا ما عندناش تعليمات اتلاقي ده رئيس الجمهورية واصدر قرار جمهوري من يوم خمسة وعشية نار اللي فات اتلاقي ما جناش حاجة وما جتلناش تعليمات وما لكوش فلوس عندنا ففت بقى ايه على كذا ام بالتليفونات فاكدوا لي نفس الرواية انه قرار جمهوري على الورقة بس ما فيش حاجة ما فيش حاجة تمت ما فيش حاجة تنفزت وبرضو كان قرار عشان امتصاص الغضب قبل الحكم زي بالظبط قرار مجلس الوزراء باعتبار شهداء او ضحايا منفلوت اللي ولاد الصغيرين يطلع لهم خمسين الف جنيه من مجلس الوزراء وما طلع لهمش من ساعتها لحد النهار ده على فكرة برضو على اتصال بيهم سيبكم اللي بيتكلموا لك كانوا متحدث رسمي مش عارف ايه الناس دي طيبة تعرفش عني متحدث رسمي الكلام ده اللي اختروا متحدث رسمي ولا متحدث فعلي ولا حاجة من دي خالص خالص هم ناس طيبين ناس غلابة ناس يعني طلعهم عمرة كانوا فرحانين جدا وسعداء بالامر وبالموضوع فرحانين يعني لكنه الخمسين الف اللي مجلس الوزراء تاني يوم طلع قالك مجلس الوزراء يصرف أنا عاجلة خمسين الف جنيه ما حصلتش اللي حصل بس انه المباراة الودية اللي جامعت بالنصر ومن القطر الاولانية مش المباراة التانية طلع لكل اسرة تسعة وتلاتين الف جنيه حوالي اربعين الف جنيه هم وايضا اسر ضحايا النديد الاهلي وضمتم خلاص فهل يتم تفعيل القرار الجمهوري لضحايا استاد برسعيد ودايما نقوله استاد برسعيد يعني دايما ما تقولهش برسعيد اقوله استاد برسعيد كل الناس بتقول برسعيد هم استاد برسعيد جماهير منفلتة عملت فينا اللي احنا فيه ده بقالنا سنة اللي احنا فيه ده تعصب من جمهور كرة قدم بقالنا سنة وصلونا اللي احنا فيه ده فهل يتم تفعيل القرار الجمهوري اللي اصدره رئيس الجمهورية ولا لا ده مجرد سؤال ارجو الاجابة عليه وما حدش هيجاوبني حدش بيجاوب حد في البلد النهاردة الدخلية أشدارة بيان في ظل ما تشهدوا المرحلة الراهنة من أحداث تلقي بظلالها السلبية على أمن وأمان المجتمع وتؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتهديد المنشآت العامة والخاصة وإرباك حركة المرور